الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إننا الصراف المشتقين صراف المهين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ونوضان بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيكون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخطور يحاسبكم بم الله سيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفلق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا مفرانك ربنا وإلا أنك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخرنا إن نسينا أو أطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصطاك ما حملته على الذين من قبلها ربنا ولا تحملنا ما لا قاقت لنا به وأعص عنا وأغفر لنا وأعص عنا وأغفر لنا وأوحرنا أنت مولانا فأغفرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كسوا أحد ولم يكن له كسوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله أحد كل به كسوا أحد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب صنق من شر ما صنق ومن شر غاسق إذا وقض ومن شر نفاتات في العقد ومن شر حاسب إذا حسن بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب صنق من شر ما صنق ومن شر غاسق إذا وقض ومن شر نفاتات في العقد ومن شر حاسب إذا حسن بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب صنق من شر ما صنق ومن شر غاسق إذا وقض ومن شر نفاتات في العقد ومن شر حاسب إذا حسن بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسوا سرخ الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شل الوسواس قل أعوذ برب صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس من الجنة والناس كُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ مَلِكِ الْنَّاسِ إِلَهِ الْنَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخُنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي سُدُورِ الْنَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملق وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور؟ ثُمَّ رُجِعِ الْبَصَرَ كَرْتَيْنِ يَنْ قَلِبَ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحَ وَاجْعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرُ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمِ وَبِئْسَ الْمَصِيلِ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَيِّقٌ وَهِيَتَفُورٌ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيِّرُ كلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَنَا قَدَ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبَنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيِّئِ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضُنَالٍ كَبِيرٌ وَقَالُوا لَوْ كُنَّ نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَزِلُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ جَهَوْوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ وَهُوَ الْلَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ لِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضُ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرَسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ وَلَقُدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَوَلَمْ يَرُوا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِضُ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إنه بكل شيء بصير أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُودٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ يَدُونِ الرَّحْمَانِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورُ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْكُمْ بَلَّجُّهُ فِي عُطْوٍ وَنُفُورُ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجَهِهِ أَهْدَاءً مَنْ يَمْشِي سَوِيَا مُكِبًّا عَلَى وَجَهِهِ أَهْدَاءً مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِوَقٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ قُلِ لَمَّا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَكُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كَانْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِلَادَارُ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ أُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُوتُمْ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعْيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَمِينَ كُلْهُ وَالرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضُلَالٍ مُّبِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَيْرًا فَمَنْ يَأْتِكُمْ بِمَاءٍ مَعِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيماً لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ماكثين فيه أبداً وينذر الذين قالوا اتخذه الله ولداً ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أخواههم إن يقولون إذ ما كذباً فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسقاً إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن أملاً وإنا لجعلون ما عليها صعيداً جرزاً أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً إذ أول فتسية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصان ما نبثوا أبداً نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططاً هؤلاء قوم لاتخذوا من دونه آلها لَوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنْ فَمَنْ أَوْلَمُ مِمَّنِ افْتَوَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْلَى الْكَوْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ فَأُوْلَى الْكَوْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رُحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ يَرْفَقًا وترى الشمس إذا طلعت تزاور أن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة من من ذلك من آيات الله من يغدي الله فهو المهتد ومن يتنل فلا تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقوا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو يقلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم صبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم بورق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشقرن بكم أحدا إنهم إي يوهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولا تصلحوا إذا الأبدا وكذلك أعثونا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لا أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثالنهم كلبهم قل ربي أعلم بعذتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا وَلَا تَكُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ عُدَى إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَالْكُنْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَاءً يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَوْفِهِمْ ثَلَاتَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُ تِسْعًا قُنِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبَصِرُ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيهِ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُطْمِهِ أَحَدًا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَذِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَا تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أوصلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره صرقا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إِنَّا أَعْتَدْنَا لِمُولِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ صُرَادِكُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُ وَيُغَثُ بِمَاءٍ كَالْمُولِيَ شُوِ الْوُجُوبِ بِئْسَ الشَّرَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُبِيعُ أَدْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجَرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجَرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مَنْ ذَهَبٍ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُطْرٌ مِنْ سُنْدُسٍ يَا سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَطٍ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكَ نِعْمَ الثَوَابٍ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَاغْرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَسْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَاجْعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُقْلَنَا وَلَمْ تَوْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّوْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ كُولَ مَا أَذُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَذُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُقْنَبًا قُولَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاورُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقُكَ مِنْ تُرَابِ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خُلَقُكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ مُتُفَتٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا كُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرُسِلَ عَلَيْهَا خُسْبَانًا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أو يُصْبِحَ مَاءُهَا غَورًا فَلَا تَسْتَقِيْ عَلَهُ طَلَبًا وأحيط بتمره فأصبح يُقَلِّب كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْصَقَ فِيهَا قُلْ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابًا وخير عقبًا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تلوه اللياح وكان الله على كل شيء مقتدراً المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك توابًا وخير أبلاً ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزةً وحشرناهم فلم نغادل منهم أحداً وعرضوا على ربك صفاً لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاداً ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يؤمن ربك أحداً وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبريس كان من الجن ففسق عن الأمر ربه أفتتخذونه وذليته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للؤمنين بدلاً ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبداً ويوم يقول نادوا شركاء وراء الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيب لهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مغبقاً ورأى المجرمون النار ظنوا أنهم مواطعوها ولم يجدوا عنها مصرفاً ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلاً وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أعلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقراً وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً أبداً وربك الغفور ذو الرحمن لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئناً وتلك القرى أهلكناهم لما غلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً وإن قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً فلما بلغوا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيلاً فاتخذ سبيله في البحر سرباً فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً قال أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطون أن ألقى واتخذ سبيله في البحر عجباً قال ذلك ما كنا نبع فارتد على آثارهما قصصاً فوجد عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشداً قال إنك لا تستطيع معي صبراً وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً قال ستجدني إن شاء الله صابراً ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً فانطلقاً حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً قال ألم أكل إنك لا تستطيع معي صبراً قال لا تؤخلني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسراً فانطلقاً حتى إذا لقيا غلاماً فقتله قال أقتلت نفساً زكياً قال أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نقراً قال ألم أكلك إنك لا تستطيع معي صبراً قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني ألراً فانطلقوا حتى إذا أتيا أهل قرية قال إن استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً من يريد أن ينقب فأقاماً قال لو شئت لاتخلت عليه أجراً قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً أما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما فخشينا أن يرهقهما تغياناً وكسراً فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة وأقرب رحماً وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبراً ويسألونك ويسألونك عن ذي القرنين كل سأتلو عليكم منه ذكراً إننا مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبباً فأتبع سبباً حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوماً قلنا آيات القرنين إما أن تعذب وإما أن تتقذ فيهم حسناً قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً مكراً وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسناً وسنقول له من أمرنا يسراً ثم أتبع سبباً حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سطراً كذلك وقد أحطنا بما لديه خبراً ثم أتبع سبباً حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوماً لا يكادون يفقهون قولاً قالوا يا ذا القرنين إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرُجًا فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرُجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قال ما مكنني فيه ربي خير فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتوني زُبَرُ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَوْا نَارًا قَالَ آتوني أُفْرِعْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَوْهَوْا وَمَا اسْطَاعُونَهُ نَقَبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّيْ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهُ دَكَّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِي يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ يَوْمَ إِذِي يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَطْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ إِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا نَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَدِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِكُائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَارُسُلِي هُزُوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبهون عنها حونا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا كُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوْحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرُجُوا لِكُوَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكَ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا أَعُوذُ بِاللَّهِ لَا الشَّيْطَانِ الرَّزِيمِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ عَلَّمَ الْقُرْآنِ خَلَقَ الْإِنْسَانِ عَلَّمَهُ الْبَيَالِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ وَالنَّجَمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ والسماء رفعها ووضع الميزان أَلَّا تَطَغَرُ فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَمَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخ ذات الأكمام والحبه العص والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالحار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتطيان مرج البحرين يلتطيان بينهما برزه لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتطيان فبأني آلاء ربكما تكذبان كل من عليها كان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأني آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شهر فبأني آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأني آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأني آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواهم من مال ونحاس فلا تنتخران فبأني آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأني آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأني آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأني آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوصون بينها وبين حميم آل فبأني آلاء ربكما تكذبان ولمن خاص مقام ربكما تكذبان فبأني آلاء ربكما تكذبان دواتا أخنان فبأني آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجليان فبأني آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأني آلاء ربكما تكذبان فبأني آلاء ربكما تكذبان فيهما قاصرات الطرف لم يطمثن إن صنقبلهم وذاجان فبأني آلاء ربكما تكذبان فبأني آلاء ربكما تكذبان فبأني آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأني آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأني آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأني آلاء ربكما تكذبان 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمي الرحمن الرحيم مال في يوم الذين إياك نعبد وإياك نستعين إننا الصراف المشتقين صراف المهين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ونوضان بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيكون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخطوه يحاسبكم بالنماء سيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفلق بين أحد من لسنه وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإلنك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخرنا إن نسينا أو أطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصلاك ما حملته على الذين قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا قاقت لنا به وأعص عنا واغفر لنا وأوحمنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسب إذا حسد باسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفنق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسب إذا حسد باسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفنق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسب إذا حسد باسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفنق من شر قل أعوذ برب الفنق من شر قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملئ الناس قل أعوذ برب الفنق من شر من شر الوسوى سلق الناس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملق وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقة ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر فارجع البصر وهل ترى من فتور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح واجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وأن يتفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قلوا بنا قد جاءنا نذير فكلبنا وكلنا ما نزل الله وكلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأزلوا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولكد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم يدون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقكم بل لجوا في عطو ونسور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا على صوط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئد قل لما تشكرون كل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إن لما العلم على دار وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه ظلفة سيئة أجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعوه قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم كن هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين كن أرأيتم إن أصبح ماءكم غيرا فمن يأتكم بماء معي قل أرأيتم إن أصبح ماء قل أرأيتم إن أصبح ماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أخوانهم إن يقولون إذ ما كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسقا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن أملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتسية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصان ما نبثوا أبدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها هؤلاء قوم لاتخذوا من دونه آلها لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أولم ممن افتوى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكوف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم يرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور أن كوفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في صجوة من ذلك من آيات الله من يغدي الله فهو المهتد ومن يتنل فلا تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقوا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اقلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم صبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم بورق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشقرن بكم أحدا إنهم إي يوهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم سيملتهم ولا تصلحوا إذن أبدا وكذلك أعثونا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثالنهم كلبهم قل ربي أعلم بعذتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثة مئة سنين وازداد تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واكسل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدن لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أوصلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرقا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للملمين نارا أحاط بهم صرادكها وإن يستغيث ويغاث بماء إن كالمولي يشوي الوجوب بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نبيع أدر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خطرا من صندس يا صندس وإستبرط متكين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واغرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين لأحدهما جنتين من أعناب وحفصناهما بنخل واجعلنا بينهما زرعا تلت الجنتين آتت أكلها ولم تولم منه شيئا وفجونا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قول ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رجدت إلى رب لأجدن خيرا لأجدن خيرا منها مقلبا قول له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من متفت ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلا تستطيع له طلبا وأحيط بتمره فأصبح يقلب كفين على ما أنفق فيها على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما كما أنزلناه من السماء كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبت الأرض فأصبح هشيما تلوه اللياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنو لزينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك توابا وخير أبلا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصادا ووجدوا ما عملوا حاضرا وما يؤمن ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبريس كان من الجن ففسفع الأمر ربه أفتتخذونه وذليته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للؤمنين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركاء الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيب لهم سلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مغبقا ورأى المجرمون النار ظلوا أنهم مواطعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قدلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أولم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوا هُوَ فِي آدَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَى لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ تُونِهِ مَوْئِنًا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا غَلَمُوا وَجْعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قُلَ مُوسَى لِفَتَاهُنَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قول أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطون ألأ القرى واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبع فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أكل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤخرني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكيا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نفرا قال ألم أكلك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدنا فلا تصاحبني قد بلغت من لدني غلغا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقب فأقاما قال لو شئت لاتخلت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما فخشينا أن يرهقهما توئيانا وكسرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المتينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين كل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مورب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا آيات القرنين إما أن تعذب وإما أن تتقذ فيهم حسنا قال قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سطرا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما ما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال أن لن فخوا حتى إذا جعلوا نارا قال فَآتوني فَآتوني أُفْرِعْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا فَمَا سَطَاعُوا أَنْ يَوْهُوا أَنْ يَوْهُوا وَمَا استَطَاعُونَهُ نَقَبًا قَالَ هَذَا هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَطْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُونَ يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَا إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَدِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِكُرُائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَارُسُلِي هُزُوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبهون عن حاحونا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أعوذ بالله إلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط وما تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخ ذات الأكمام والحبه العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالحار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين مرج البحرين يلتطيان مرج البحرين مرج البحرين بينهما برزه لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين مرج البحرين يخرج منهما المرج البحرين فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعمال فبأني آلاء ربكما تكذبان كل من عليها كان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأني آماء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأ فبأني آماء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأني آماء ربكما تكذبان يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُونَ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ فَبِأَيِّ آلَائِرُ مَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمْ أَشُوَاهُمْ مِنْ نَالٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَخِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرُدَةً كَالْدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَاجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقُدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَتُوْفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آلَ سَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَاسَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ سَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دَوَاتَا أَخْنَانِ سَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دَوَاتَا أَخْنَانِ دَوَاتَا أَخْنَانِ سَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دَوَاتَا أَخْنَانِ دَوَاتَا أَخْنَانِ سَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبَرَةَ وَجَنَى جَنَّتَيْنِ دَوَاتَا أَخْنَانِ سَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَغُجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِنْ دُونِهِ مَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدهَامَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَّ خَيْرَاتٌ حِسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مُقْصُرَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطُمِرْكُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُبْرٍ وَعَبْقَرِيٍ حِسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ بِالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ